في رحب المدرسة الأسماق يمنزانك في رمضان ونصول عقيدتنا العمى للمسلم تغدو قرهان بحر التبيان الوافر جاءت في أغلاة بيان وعلى نهج الدين الطاهر في كل زمان ومكان أحكام شريعتنا الأمثل تسمع علينا تزداد نرجو فيها أرقام هل ودلائلها من القرآن أحمد الله رب العالمين بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله هي كده يعني أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله هكذا يا سنن في الحياة شوفوا أحكيناك حلقة خطيرة جدا فندق من الفنادق الفخمة معروفة في بلد ما من البلاد العربية الإسلامية حدث في خلال ستة أشهر ستة عشرة عرصا عملوا عرص لستاشر حالي الزواج في هذا الفندق هذه الأعراض الستة عشر كل عرص تكلف خمسة ملايين مش تقول لك العملة عشان تقول البلد يعني المجالس بالأمانة يعني من خمسة ملايين كل عرص فما فوق يعني بعد سنة الفندق عمل دعوة لهؤلاء الأزواج بمناسبة مرور السنة على أنهم يعني اختاروا هذا الفندق لعقد زواجهم أو لأفراحهم ليه خمساشر حال الطلاق وفضل حال الزواج واحد يبقى للفندق ولا الخمسة مليون ليه لأن الولد المسكين يقعد مع الأبو زوجت ولا أخوها ولا وليها يقوله والرجل يقوله زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسامن بينهم وأنا قبلت طب جميل دي الصفحة الوحيدة اللي على الكتاب والسنة الدقيقتين دول وبعد ايه؟ يعيشوا مع بعض لا كتاب ولا سنة ولا قيمة ولا مبادئ وهنا نحط أنفنا في صغير الأمر والكبير شوف شوف حتى على المستوى العام كل عمل يقوم على إقصاء الإسلام واستبعاد روح الإسلام من الصغير والكبير لن يكلل إلا بالعار والهزيمة أي عمل احفظوا هذه الجملة أي عمل أي عمل يقوم على أن نقص الإسلام ولا نبقيه في حياتنا فعلم تماما أن هذا عمل لا يكلل إلا بالعار لأن الآخر يريد منا سبحان الله أن يقول لك إذا أنت عايز تنتصر وتتقدم تخلى عن دينك يا عمد مين دي كلها دي كلها إن المجتمعات أو المجتمع الذي يعجز عن تغيير سلوك سيء من سلوكياته زي البهرجة في الأفراح ولا كلم ده سبحان الله لن يحقق أبدا نصرا لا في عالم السياسة ولا في عالم الاختصاد ولا حتى في عالم الرياضة يعني لما تلاقي فريق مثلا في منتخب عربي يقول لك شيء هزم هي شيء هزمة الرياضية بس إحنا دخلنا دورة الرياضية هنهزم دورة صناعية هنهزم دورة زراعية هنهزم دورة تقنية هنهزم ليه؟ لان إحنا نرضى بالدنية نرضى بالاقل ونظن أن إحنا قربنا من الدين هو ده أبدا والله ما ضيعنا إلا البعد عن الدين ليه؟ لأن يقول لك أصليحنا بصراحة تأخرنا عن الغرب لا إحنا ما تأخرناش عن الغرب إحنا تأخرنا عن الإسلام يجب أن نتقدم نحو الإسلام بس يقول لك يجب ان نرجع الاسلام نرجع الاسلام في ايه الاسلام هو متقدم اصلا احنا نتقدم نحوه نتقدم نحوه ولا نغرق انفسنا في امور يعني تكذفنا تخلفا النهر اذا نزل اليه طفل يغرق واذا نزل اليه الكبير السباح يعني سبحان الله النهر كان يعني ساعي بريد لانقاذ موسى الرضيع ايام فرعون سبحان الله ساعي بريد وهو نفس اليم الي اغرق فرعون الي انا ربكم الاعلى يعني سبحان الله العظيم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغار واستقبلته خديجة كيف استقبلته استقبلته بحب الامهات وحنان الزوجات او حنان الامهات وحب الزوجات هو كده فلما تكون المرأة تبع الدين وفق الدين الحقيقي والرجل وفق الدين الحقيقي اللي هو تزوج على اساس من الاول الكتاب والسنة وصاره بميرضي الله تمام لكن جاعد يمشي العروز قدام الكل والكل طلاح ابو الصلاة بالله عليك ده ايه يعني ايه بطاقة الدياثة ولا ايه بايه بالله عليك وتقوم العروز ترمز قدام الكل احنا معنا شوية حياء طيب شوية حياء يا الله الله يرضى عن عثمان لما لما غادل نائلة بنت الفراس والزوجته لما تصوروا عليه البيت يقتلوه خلا ادخلي فاحتجي بي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك النابيك انظر الى الكيرة هي كده اما مش مع ولفس عريانه لا زوجتي يا اخي اتق الله نسأل الله ان يهدينا السوء السبيل وان يفهمنا ديننا وان يكون الدين هو الامام لنا في كل صغير الامر الكبير في زجاتنا في بيوتنا حتى في طلاقنا يجب ان نطلق كما امر الله امسكه معروف او تسريح باحسان لا لا تنسوا من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحب المدرسة الاسماك من زانت في رمضان ورسول عقيدتنا العظمى للمسلم تغدو قرآن بحر التبيان الوافر جاءت في اغلا تبيان وعلى نهج الدين الطاهر في كل زمان ومكان احكام شريعتنا الامثل تسنوا علينا تزداد نرجو فيها ارقام انهل ودلائلها من القرآن